كير يعني العناية الشخصية في مصر القديمة عشان ينظفوا عشان ينظفوا يعني كانوا بيستخدموا معجون سنان مختلف جدا مساسته ديت يعني ايه يتكون اللي هو ملح صخري وده كان ملح بيستخدمه من الصخور عشان خاطر التنظيف والكلام ده كله وكانوا بيتبخوا بيه كمان والبيبر اللي هو الفلفل معليش عدد كمان المنت اللي هو النعناع وال و ودي كان بقولها ده زهرة السوسان ودي بنش شبه اللوتس كده يعني بص الحاجات دي من الزهور اللي هما كانوا محتسين بيا وهمها صغارين دي براحة حلوة وطبعا يعني يضع او وضع بودر كان بيحطوا البودر ده بيفضلوا يضحنوا بالليون النحاس دهوت وطبعا عشان يخلوا الاسنان بتاعتهم الفم بتاعهم عشان يخلوا ريحة الفم جميلة طول اليوم وهم كمان قلصوا دي يعني ايضا او توس براش او توس براش او توس براش از عشان انا ايه توس براش هيا وحط اي اس وانا باش انخطط تبجمع كده شكلها برضو شكلها ايت ووز وكانت عبارة عن ايه استيك يعني اه عصوية عصوية وز وز سمول بيسز يعني قطع من القطع من البتاعته اسمها ايه من الباردي بيسز من الباردي من الباردي وكانت بتبقى مربوطة طايت ات طايت تو ات انت طايت تو ات انت او وان انت وان ايه انت كتل حاجات دي بتبقى مربوطة في الناحية واحدة والناحية تاني طبعا بتبقى في ايدك وتقدر تخسل بها ايه سنانك وتستخدم الحاجات دي كلها وهما كمان زي قلصو كفاية قلصو كده زي مكسيت مكسيت يعني خلطوا السينانم والميلين اللي هو البطيخ او الشمام والحطكم معاش انا حنحط السينانم وكمان اللي هي البزور السنوبر وماش عارفة يعني دي اسافة من الحاجات الغريبة وبعد المكسرات تو ميك دير ماوس عنده رائحة ايه ذكية او رائحة طيبة يعني ايه هاي رائحة ايه رائحة ايه ايه او رائحة ايه 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 جيد Peng